بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين إذن نبقى الآن مع التصحيح, la correction, التصحيح للجزء الثاني لإمتحان علوم الحياة والأرض إذن في الجزء الأول رأيتم تصحيح الجزء الأول هذا الجزء الثاني, تصحيح الجزء الثاني لرسنمان scientifique et communication écrite et graphique إذن لدينا فيها تمرينين التمرين الأول, exercice 1 دولة ديريوية على تكتونيك ديلاق إذن نرأيتم في نص الامتحان هذا التصحيح السؤال الأول السؤال الأول طبعاً سوف نستخلصه نسخلصه نسخلصه سوف نسخلصه من هذا التصحيح السؤال الأول السؤال الأول سؤال الأول أبداً أبداً دق 1 دق 1 دق 1 هذا التصحيح دق 1 غلوفي لإيبوتاز يعني استخرج لإيبوتاز لإيبوتاز يعني الفرضية إميز بار ألفريد فاغنر فاغنر دبل V في اللغة الألمانية تقرأ V ألفريد فاغنر لأنه ألماني إذن الجواب على هذا السؤال من خلال هذا النص هو أنه سلون فاغنر حاني حسب فاغنر يعني فرضيته كل القارات كانت متجمعا في قارات واحدة سميت بي وضح إذن هذا هو الجواب على السؤال الأول والجواب موجود في النص السؤال الثاني نسو بازن سور وضكيمن 2 او دوكيمن 2 ضك 2 هو دوكيمن 2 تعني كما تلاحي دون هاد لو دوكيمن كما تلاحي دون هنا لو پانجي مجموع فيها لأفريك اللامريكة دي سو تلسل لأمريكة الآنرطيق وإن يعني كل هذه اللقارات مجموعا في أرد واحدة اسم تلو Pانجي كما تلاحي دون من خلال هادلو دوكم ودو يعني هادلواتيقة إثنان إذن هناك أنواع من الحيوانات نجدها في القارة الإفريقية والقارة أمريكا الجنوبية إذن نجدها في نفس القارتين مع العلم أن هذه الحيوانات والنباتات لا تستطيع أن تسبح من خلال المحيط وبالتالي كيف أمكن تواجدها في هذين المكانين المختلفين يعني هذه الحيوانات نتعود إلى الملايين السينين طبعا إذن السؤال يقول أن نسيب على الدكومن 2 يعني تماد على الوثيقة 2 كمپاري لعيبارتشين دي فوسيل دواغنر يعني كمپاري قارين مستحاتات دواغنر إذن هذه مستحاتات دواغنر يعني هناك أربع مستحاتات لا ميزوزوروس يعني وهو نوع من السحالي المنقاردة السحالي منقاردة يعني كانت متواجدة قبل ملايين السنين كذلك هناك سحلية سينوناهوس سيناغناتوس ثم هناك نبتة نبتة أيضا منقاردة غلوسو بتيغيس وهناك أيضا هذا الحيوان المنقارد أيضا ليستروسوريوس إذن هو نوع من يعني يعني هو حيوان منقارد يعني كل هذه الحيوانات هي حيوانات منقاردة يعني وجدنا يعني مستحاتاتها على الطرفين خاصة بالنسبة لأمريكا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وكذلك أيضا في الأنطارتيك وإستراليا والهند إلى آخر إذن الجواب على السؤال يعني ماذا نقول نقول نتعرف دو بار ودو دو الأطلانتك يعني نجد نجد عبر يعني عبر في دفتين الأطلانتك الأطلانتك ما هو الأطلانتك هو المحيط الأطلاصي المحيط الأطلاصي إذن نجد في دفتين المحيط الأطلاصي يعني بإفريقيا وبأمريكا الجنوبية sur les continents actuels يعني في القارات الحالية القارات الحالية ماذا نجد؟ نجد الفوسيل يعني مستحاتات de plant مثل هذا glosopteris وكذلك مستحاتات حيوانات فوسيل دانيمو مثل لميزو سوخ مهم هذه الحيوانات التي تجدون أسماءها في الوثيقة الأسماء طبعا هي أسماء علمية أسماء علمية للمستحاتات إذن عندما نجد تطابق في المستحاتات بين إفريقيا وأمريكا إذن هذا يعني هذا هو يعني ما تحتوي عليه هذه الوثيقة التانية الوثيقة إذن 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 نستخلص أو يعني نستخرج نستخرج من الوثيقة واحد الوثيقة واحد يقبرا هذا نص بالأسفار الوثيقة جوج هي هذا الصور هذا الوثيقة إذن نستخلص ماذا يعني نستخلص الحجج والبراهين على زحزحة القارات طبعا السؤال الثاني هو يعني السؤال الثاني هو أيضا argument الذي نستخلص من الدوكيمون 2 إذن نستخلص من الدوكيمون 2 أولا عندنا مورفولوجيك يعني الشكل يعني حجة مورفولوجيك بمعنى بنية القارات بنية القارات إذن ماذا نلاحظ في بنية القارات نحن 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 في بنية القارات إذن حتى في الوثيقة جوج يعني كما تلاحظون هناك تطابق ما بين الأمريكة للسود إلى أفريك هناك تطابق على مستوى القارتين كما تلاحظون التطابق يكون في عندما نقول السواحل يعني هناك الرصيف القاري الرصيف القاري هو موجود تحت البحر الرصيف القاري لأن بعد الرصيف القاري هناك يعني هو صحيقة إذن الرصيف القاري هو يتطابق تقريبا مع الرصيف القاري الأمريكية يتطابق تقريبا مع أمريكا الجنوبية يتطابق الرصيف القاري وليس الساحل كساحل واضح إذن هذا لغيمو موفولوجيك يعني الشكل ديال القارات يعني بحل البازل يعني وحدك تكمل لأخرى إذن هذا لغيمو موفولوجيك ثم عندنا لغيمو الأخر هو لغيمو جيولوجيك لغيمو جيولوجيك الحجة الجيولوجية في الآخير ومنى الإمارات الأولى التي تجمعها في أمراضيا بين إفريقيا والأمريكي والجنوبية تلقى واحد صخور صخور تاريخ ديلا يعود إلى جوج ديلا المليار ديلا السنوات هاد الصخور تلقى تطابق في المورفولوجي ديلا ايضا تطابق في المورفولوجي ديلا ايضا ما بين افريقيا وامريكا الجنوبية يعني وهذا دليل جيولوجي على ان هاد الكتل كانت مجتمعة مع بعضها البعض هاد هذا العغامة جيولوجي ثم لدينا العغامة باليونطولوجي اذن الدليل المستحاتي الدليل المستحاتي والشفنافس في الجوجرP دليل المستحاتي إذن العغامة باليونطولوجيك أ Bro君 Garden Island د dar 합니다 اذا نجد تطابق بين مستحاتات الحيوانات ونباتات من قاردة بين افريقيا وامريكا الجنوبية هذا الجواب عن السؤال الثالث سؤال الرابع اذن هذا السؤال ماذا يقول لنا هذا السؤال يعني بين طلاقا من الوثيقة واحدة الوثيقة الجوج montrer لماذا نعتبر ان الدليل المستحاتي هاتي، الان ليbodان بالعلمان الترسين، من الاجتماعي عمليا في وغنان. هل昨ه ما؟ هل قالت انيولون الاجتماعيج المستضبط لعرفة العوام المختلفة التي اختيارها من المعرفة؟ إلوانيه لنهي إذن الجواب عن السؤال هذا هو طريقتي بالجواب على السؤال هو أن نطرح سؤال آخر كيفاش هذه الحيوانات المنقردة الحيوانات المنقردة يعني هذه الحيوانات والنبتة هذه منقردة كيف يمكن أنها تكون موجودة على طرفي القارتين طرفي القارتين قارة إفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية مع العلم أنهم ماتي قد روش يسبحوا المحيط يعني ماتي قد روش يتجاوز المحيط وكانوا موجودين فقط في هذه المناطق يعني مكانوش في أماكن أخرى إذن هذا هذه قوة الأرقيم إذن اللي جاوب عن السؤال إذن la réponse de Wagner est simple autrefois tous les continents ont formé qu'un seul la Pangea présentant ainsi des airs de répartition cohérent إذن الجواب عن السؤال هو أن القارات فيما سبق كانت كلهم مجتمعات في قارة واحدة اللي هي la Pangea وبالتالي هذه الحيوانات وهذه النباتات يعني كانوا كانوا في منطقة وحدة يعني من اللي كانت la Pangea كانوا في منطقة وحدة وعاشوا في ذلك المنطقة ونقارضوا في ذلك المنطقة ومن اللي القارات تقسمت عن طريق ساحة القارات إذن اللي فوسيل ديالهم حتى هو ما تقسموا ما بين إفريقيا وما بين أمريكا ولا إذن هذا هو الجواب عن السؤال ببساطة وبالتالي هذا يعتبر document très solid d'accord argument إذن هذا la réponse على السؤال الرابع على la quatrième question la cinquième question en se basant sur vos connaissances إذن بالاعتماد على معلوماتكم بالاعتماد على معلوماتكم يعني الرجوع إلى الدرس بالاعتماد على معلوماتكم de vos connaissances et les deux documents A et 2 كيف ما كاتلاحظوا معي أنا فتقريبا النصف ديال الاسئلة هي مرتبطة بلي دوكيمون يعني كاتجبدو الإجابة من دوكيمون وخا ما تكونش مراجع قعد الدرس وخا تكون ما مراجعش مزيان وحافظت مزيان غير إلا قرأت اللي دوكيمون مزيان تقدر تجبد منهم الإجابات اللي تقدر تجبيهم مع الشرق فقط من اللي دوكيمون بلا ما تكون حافظ قاع ولكن يعني نبغي أنه المتحان يعني تكون تحضروا لي وتحفضوا لي بشكل جيد إذن إذن سباز sur وخا نيسانس اللي دو دوكيمون اي دو منتري لارولاسيون انتر لارولاسيون دي ريفي دي كونتينو اي لارولاسيون اي إذن هنا سؤال شنو تيقول لنا يعني انتلاقا من المعلومات ديالكم وانتلاقا من الواتيقة واحد وجوج بين لنا لارولاسيون يعني العلاقة انتر بين لارولاسيون بين زحزحة القارات وبين الصفائح التكتونية لا تكتونيك دي بلاك إذن شنو العلاقة ما بين زحزحة القارات ولا تكتونيك دي بلاك شنو العلاقة إذن هي علاقة مباشرة لا تكتونيك دي بلاك هي اللي التي تعطينا زحزحة القارات إذن كإجابة طبعا هذه الإجابات كلها إجابة غير يعني ممكن تدروا إجابات ولكن نفس المعلومات يعني نفس إجابات بتقدر تجاوب بطريقتكم خاصة ميكونو هما نفس المعلومات. إدن, لِي بلاك تكتونيك سدبلسون. إدن, بسبب تحرك لِي بلاك تكتونيك كتبتنا لديرفي دي كنتينو. لِي بلاك تكتونيك سدبلسون لزن برقبور أزنطر يعني كي تحركوا يعني كل وحدة كتبعد على الأخرة ولا كتدخل في الأخرة برقبور أزنطر لرموفمان يعني حركتهم بطي أجد دن درمولاً لينئك تكتونيك لقصة ترية يعني كتشرال عرديا لقصة ترية ستكون برسة بلاك تكتونيك إدن لكم من 모든 خلال عرديا لنا نقول إدن ها دي كاللقشرال عرديا اللي هيفيها للي فيها للي اللي تحركوا اللي تحركوا اللي تحركوا اللي تحركوا كتعطينا زحزحات القارات حتى وصلنا للقارات عبر ملايين سنين وصلنا للوضع الحالي لنعيشه اليوم وطبعا زحزحات القارات ما زالت سوف تتطور وما زالت القارات سوف تكون على أشكال أخرى هناك نظرية تقول بأنهم من بعد سوف يتجمعون جميعا أيضا في قارات سوف يتجمعون فيما بعد ربما هذا فرضي المهم هذا التمرير الأول كما لاحظتم هذا التمرير الأول تقريبا التمرير الأول ممكن تخرجه فقط من دوكيمون دوكيمون 1 ودوكيمون 2 نمشيه دابا لإجزارسيس 2 لإجزارسيس 2 رنوولمان دي بلانشار اي إكسبانسيون أوسيانيك هذا الإجزارسيس 2 دوكيمون 3 montre لأج لأج دي بازالت دي فان أوسيانيك 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 ألوست دي لأميرك دي سود كيف ما كتلاحظو معي هذا الواتيق هذا إذا شنو كتبية لنا كتبية لنا لأج دي بازالت يعني في لأج دي بازالت يعني في لفان أوسيانيك يعني قار المحيط إذا قار المحيط تعطينا يعني لأج إذا كيف ما كتلاحظو باللون هذا اللون هذا برتقالي يعني سفر بمعنى حاليا يعني بازالت حالي بازالت ديال يعني بازالت جديد جديد داكو جديد هذا اللون هذا الآخر تعطينا بازالت أصفر تعطينا بازالت من 30 حتى هذا اللون الاكتر صفرة تعطينا بازلت من ربعين الى خمسين مليون سنة هذا من خمسين ستين مليون سنة هذا ايضا من ستين سبعين مليون سنة الى اخير واضح اذا كيف ما كتلاحظوا هذا العيبة هذا هذا هو لودوغصال شنه هو لودوغصال هو اللي تخرج منه الحمام يعني في قعر المحيط واللي يبدأ به المحيط وهو اللي يقسم القعرات واللي يرزح زحات القعرات اذا هذا هو لودوغصال اذا لودوغصال بازلت فيه يكون جديد دائما جديد لكن حدا لودوغصال تكون جديد لجانبات لودوغصال تكون اقدم يعني هذا اللي اسميته عشرة المليون سنة اللي حداه 30 مليون سنة والاخر 40 مليون سنة الى اخيره واضح اذا طبعا هاد الوثيقة انا قمت بالاجابة عن شي اجابات يعني شي اسئلة مرتبطة بالوثيقة غادين شوفوا الاسئلة وغادين شوفوا ان اوت الى كارت الى دي اذا شنو غالولينا غالولينا هنا بيينو لنا الى نوبر دو بلاك تكتونيك يعني عدد السفائح تكتونيه الموجودة في الوثيقة الى دو بلاك تكتونيك فيها ثلاثة الى ريبونس ثوى بلاك تكتونيك الى بلاك بلاك سود امريكان او امريك دو سود اذا كنين تلاثة ديال اللي بلاك انا بيينو هناك كنت مكتلاحطو بلاك من هناك بلاك اذا ثلاثة ديال اللي بلاك اذا سؤال تاني سؤال تاني مانتري كنتم بلاك دو ناسكا اذا زرنا محيط سو round من محيط لعني هذا قعد محيط الذي كان درسوله clock ما الآن تاهمها موجودة هذا في قار محيط ونساني ينسي من نينق pioneers كما في ملبز gider الخارقة المساب pipelines اذا انا سوى الحاسوب واقع جهز من نين 2016 كم بالمساب Tweضيكون هناك ينرى راصة دولة زيارة تقص من نينكن وهكذا ملك فه الضباء م الجب нарمار هذا هو الليت خاني اللي تكسليكي لابسانس دي روش بازالتك دون لاجه يسوكريور اى 50 مليون داني دون لكوت است دوسال شنو سوال شنو فسير غياب الغياب السخور البازالتية اللي سين ديالها او العمور ديالها اكبر من خمسين مليون سنة فلو كوته است دوسال ما فيش سخور كتار من خمسين سنة كيف ما كتلاحضو او او اش نشرح لكم هدل قادية او او اش فهمتوا السؤال انا لم يفهموا الصالة هاد السخور هادو اللي كبر من خمسين سانه من خمسين الفوق من خمسين حتى التسعين ما كينينش هنا لحطوا ما كينينش هنا هيا ما كينينش في لاغوتا ايست مكانينش للأعليش علاش ما كينينش في لاغوتا است هذا هو السؤال إذا فنظركم علش ما كانوش ولا كون تأست ما كانوش ولا كون تأست لأن السبب هو واضح عفوا ما كانوش ولا كون تأست لأن هادلا بلاك دو نازكا كتدخل تحت من البلاك دو ميارك دو سيد يعني كتدخل تحت منها يعني عن طريق لهذا إذاً كنتدخل من طريق سيئكوس سيبديكسيون باللغة العربية سيبديكسيون الطمر يعني تتعرض للطمر يعني هاد البلاك هذه كتدخل من تحت هاد البلاك كتدخل من تحتها عن طريق الطمر معمتوا؟ عن طريق الطمر يعني كتكون جاية البلاك بحال ما هو كا وكينو حد البلاك أخرى بلاك كنتينونتال اللي هي بلاك أميركا السود وهذا الأبلاك كانت ترشى تحت من هذة كانت ترشى تحت منها مع دعوك إبعج كانت ترشى تحت منها وهذا القضية كانت تسبب أن هناك يبانو جبال لهما جبال أنديس هناك هناك جبال أنديس دكوه دكوه هذا هو السبب هذا هو الجواب الجواب هو سي أكوز بسبب دو لسبدكشن يعني عن طريق الطمر وشنو هو الطمر هو سي لغليسما يعني اللغلزمو دو لا بلاك أوسيانيك يعني كاتتخشة تحت من لا بلاك أوسيانيك دو ناسكا ولا بلاك أوسيانيك كتكون خف من لا بلاك كونتينونطال يعني الصفيحة المحيطية كتكون أخف من الصفيحة القارية وبتالي يلي كاتتخشة تحت منها لأن الخفيف ولي كيتطيح تحت من التقيل دقو د دقو 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 огلزمو دو لا بلاك أوسيانيك دو ناسكا سو يعني تحت من لا بلاك لا بلاك دامريك دو ناسكا авانسي دون لسمane الكتب وال cultura يعني للہ بلاك دامريك دو سن كتتمشين في التجاج العكسي ديالور فمانزكا التجاج العكسي يعني كتدخول فيها كتدخول في بعضياتهم كتدخول في بعضياتهم لتجا دولئت يا قاعد الستدام أورا كل شيء مكتوب والأمريك 20 filter يحكملت غير من السطنا الدليل وكتختفي الصخور البازالتية ديال لابلاك دوناسكا الصخور البازالتية كتختفي كيف ما شرحت لكم قبيلة إذن هذا هو الجواب على السؤال الثالث إذن الجواب على السؤال الثالث هو هذا سأخذكم تحاولون ما تكتبون السؤال الرابع السؤال الرابع سأخذنا أنه سرعة سرعة أو سرعة توسع 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 المحيط 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 Cassian Apa الإطلانating O Ätlanti أ Asi الأسرل El pacific El pacific بين أمريكا الجنوبية و آسيا و آسيا والأستراليا ك Việt sr-eungs مطلوب مننا نحسبه لغوش بازالتيك فير لازد درسال باسيفيك يعني الدرسال ديالاش ديال المحيط الهادي محيط الاطلاسي محيط الاطلاسي اعطي لنا 5 سنتيمتر في العام إذا كنت نحسبه شنو خصنا نديره نحسب لنا ما بين النقطة A و النقطة B هاي النقطة A و النقطة B الشوع هذه النقطة A و النقطة B كنت نحسبه شنو خصنا 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 المسافة ما بين A و B خصنا نعبر المسافة شحال المسافة ياك هذا أول شيء خصنا نديره ثاني شيء اشنا هو خصنا نعرفه العمر ما بين صخور ديال A و الصخور ديال B إذا الفرق ديال العمر واضح الفرق ديال العمر السخرة A العمر ديالة شحال سفر يعني حاليا يعني هي تكونت في الزمن الحديث الزمن الحديث ممكن يكون مثلا تصيبت في 2000 سنة أو 3000 سنة تدخل في الزمن الحديث يعني كيبدأ حين تنهضرو على الزمن الجيولوجي يعني تنهضرو بملايين سنين لا تنهضروش بالأهلاف تنهضرو بالملايين إذا الصخرة A يعني حاليا حاليا والصخرة B تنتمي إلى ماذا؟ تنتمي إلى 30 مليون سنة من 30 إلى 40 مليون سنة هي في بداية 30 مليون سنة إذا 30 مليون سنة من 30 إلى 40 ولكن يفعلوا أقع في البداية 30 لنقل 30 مليون سنة إذا العمر ما بين A هو 30 مليون سنة إذا العمر إذا العمر 30 مليون سنة أنا أشرت عليه هنا دابا المسافة دابا باش نحسبو المسافة اشنا خاصنا نديرو خاصنا نمشيو لهذا العيبة هذا السلم إذا هذا المسافة من صفر إلى 300 كم 300 كم أنا شفت هذا السلم مقارنةً مع هذا الخط هذا ما لقيت؟ لقيت على أن من A تساوي ثلاثة مرات السلم ثلاثة ونص ثلاثة ونص ثلاثة ونص ثلاثة ونص ثلاثة ونص فخص صف أخبرت 300 كم الآن أخبرت ثلاثة ونص الثلاثة ثلاثة 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 تساوي الثلاثة ونص الشخص صف ثلاثة ونص ثلاثة ونص وخمسين كيلومتر. إذن عدنا الماسافة عدنا يعني العمر يعني العمر يعني العمر الفرق ما بين العمر الصخور. إذن نقدرون حسبو دابا هذا السؤال هذا نقدرون حسبو. إذن la vitesse de déplacement la vitesse de déplacement ديالي روش بازالتك vers l'Est de dorsal pacifique de point A à point B. شنا هو. هو la distance entre الى دو بوان يعني الماسافة ما بين A و B. ولا distance. هنا خطأت. هنا لاج لاج. لاج entre les دو بوان A و B. لاج. مشي لا distance. هذا خطأ صحو. إذن نتابه. هذا خطأ غلط فيه. إذن بالنسبة ربما كنشوي شناس كي يخدو تصحيح مباشرة. بلحتم يسمع الصوت. إذن هنا غادي تحفظ الخطأ. لا دستانس على لا دستانس. لا مشي لا دستانس على دستانس. لا دستانس على لاج. واضح. لا دستانس على لاج. إذن هنا في التخراج ديالارة واضحة المسائل. إذن فيتس دو دي بلاس مو انتخ A و B. فلا دورسال pacifique. إذن هنا غادي نحولوا الكيلومتر الى السنتيمتر. الكيلومتر. ألف وخمسين كيلومتر. شحك تعطينا بالسنتيمتر. كتعطينا مية وخمسة مليون سنتيمتر. واضح؟ مية وخمسة مليون سنتيمتر. يعني تعرفوا تتحولوا الوحدات. يعني هاتشي شفته في السيتس. إذن كتعطينا مية وخمسة مليون سنتيمتر. غادي نقسمها على عاش غادي نقسمها على ثلاثين مليون سنة. كتبها كثلاثين مليون سنة. إذن مليعة قسموها ستعطيكم 3.5 سنتيمتر لكل سنة. 3.5 سنتيمتر سنويا. واضح؟ إذن هذا هو الإجابة عن السؤال الرابح. بقال لنا السؤال الخامس. وعليه جديا النقاطة السؤال. هذا السؤال 4. ثم لدينا السؤال 4. نعمقه. 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 أ выгляд لي 30 سؤال سيتر تجربة واشـاء الشراء في المذنة 3.5 سيتر لهم او لا دورسال pacيفيك ليش فناف الواتيقه هدي تلاتا فصي لا خمسا سنتيمتر پاران إذن شنو لا كمباريزو شنو عتا طينا عتا طينا أنه لا دورسال دورسال Atlantique Sud أكبر من لا دورسال دورسال pacيفيك أو لعكس ممكن غلو لا دورسال 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 أوسانيك illustري وموان دورسال أقال يعني بنسبال دورسال دورسال Atlantique Sud voilà إذن لكم برزو يعني أكبر من أو أسغر من فقط يعني سؤال بسيط سؤال آخر هو سؤال الخامس expliqué par un schéma illustré le moteur responsable de la mobilité latérale des plaques tectoniques Nazca pacifique et Atlantique Sud et Amérique Sud à fond Amérique Sud puis schématisé sur la carte de Document 3 le sens de déplacement à l'aide des flèches appropriées إذن نغال expliqué يعني expliqué شرح شرح par un schéma يعني انتاريخ خوتата illustré يعني موسوارا le moteur responsable يعني المحاريك المحاريك la diète sebeb responsable de la mobilité latérale يعني في الحارقية يعني حارقية les plaques tectoniques يعني السفاح tectonia Nazca pacifique et Amérique du Sud يعني Nazca pacifique Amérique du Sud puis schématisé sur la carte ومن بعد schématisé sur la carte يعني بمعنى أننا نرسم في هذه la carte نرسم le flech le flech إذن من le dorsal إذن la plaque pacifique تتحرك إلى يعني في الاتجاه من le dorsal و plaque de Nazca تتحرك في الاتجاه من le dorsal الكرة الأرضية كاملة كيف ما تلاح بلاك pacifique في بلاك مزدوجة محيطية و قارية في نفس الوقت نصف محيطية و نصف قارية مهم إذن هذا الشيما هذا الشيما من نشوية أنتم لا ترسموها بالقلم يعني ليس بشكل هذا المهم خذكم تبعين أن الموتو هو الحمام يعني في بطن الكرة الأرضية يوجد الحمام في المونتو يوجد الحمام ومال يتسبب أن يطلعوا لدوغسال و يعودوا يعني يتطمر لدوغسال 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 في الحمام وهذا لدوغسال لدوغسال نخصكم ترسموها بهذا الشكل هذا إذن فعل هذا هو الامتحان إذن أرجو أن يكون هذا الامتحان مفيدا بالنسبة لكم طبعا هذة الامتحانات نموذجية هناك بعض الاساتيدة التي حتى لا تضعوا امتحان نموذجي بحاله وهو في الأصل أن الأستاذ تبدل شوية في الامتحان نموذجية لا تعطيها نفسها إنما ممكن أن بعض الاساتيدة يديروا نفس الامتحان لتكون نموذجي طبعا هذا الامتحان نموذجي موجود الاساتيدة وذلك شيء وطبعا هناك بعض الاساتيدة اللي يديروا نفس الامتحان النموذجي ولكن في جميع الحالات فإلا عرفتوا تجاوبوا على الأسئلة المرتبطة بهذا الامتحان فركم ستعرفوا تجاوبوا على أي امتحان من نفس النوعية ومن نفس الفترة يعني امتحان الأول نفس المعلومات نفس المعطايات الاختلاف يكون في طريقة سياغة التمارين فقط إذن أرجو أن يكون هذا العرض مفيدا بالنسبة لكم أشكركم على حسن تتبعكم ونلتقي مع امتحان جديد بعض التلاميذ كي يطلبوا مني كي يكونوا دخلوا لشي امتحان ويطلبوا مني تصحيح ديالو دخلوا القوائم تشغيل دخلوا القوائم تشغيل راكم غادي تلقاوا التفاصيل ديال ديال را كل شي كل شي كان امتحان وكان تخلج وحاولوا دائما تشوفوا الامتحان هو الاول عاد باش دوزوا التخلج وحاولوا تنجزوا الامتحان عاد باش راجعوا سيروا التخلج داكو داكو هذا مكان أشكركم على حسن تتبعكم ونلتقي مع درس جديد شكرا